بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين اخوتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في المحاضرة السابقة من موضوع الإضافة وتفصيلاتها سنتناول اليوم موضوع أعمال المصدر يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين الأول أن ينوب مناب الفعل نحو ضربا زيدا فزيدا مفعول به للمصدر ضربا الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل إذا أريد المضيء أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمسي أو غدا فالتقدير عجبت من أن تضرب زيدا أمسي أو غدا ويقدر بما والفعل إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن فالتقدير عجبت مما تضرب زيدا الآن هذا المصدر يعمل في ثلاث أحوال إذا كان مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا أو مجردا عن الإضافة وأل نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلى بأل نحو عجبت من الضرب زيدا طبعا إعمال المضاف أكثر من إعمال المجرد وإعمال المجرد أكثر من إعمال المحلى بأل ولديكم الشواهد بضرب بالسيوف رؤوس قوم وضعيف النكاية أعداءه فإنك والتأبين عروة بعدما فلم أنكل عن الضرب مسمعا وقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقربا هذا ما يتعلق بالمصدر أما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر بالدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض هذا تعريف اسم المصدر الفعل مثلا أعطى مصدره إعطاء واسم المصدر عطاء وكذلك كلم مصدره تكليم واسم المصدر كلام يعمل اسم المصدر عمل المصدر كما في الشواهد أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة وفي الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء وإذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا وبعشرتك الكرامة عد منهم واسم المصدر هذا عمله قليل لاحظ اسم المصدر وليس المصدر عمل اسم المصدر قليل وفي قول ابن مالك وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله يضاف المصدر إلى فاعله فينصب المفعول به نحو عجبت من شرب زيد العسل فزيد فاعل في المعنى والعسل مفعول به عندما أضفنا المصدر شرب إلى الفاعل زيد بقي المفعول به منصوبا فقلنا من شرب زيد العسل أو يضاف إلى المفعول به ويرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد فأضفنا المصدر شرب إلى المفعول به في المعنى فبقي الفاعل زيد مرفوعا ومنه قول الشاهد تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف فأضاف المصدر نفي إلى المفعول به الدراهيم ثم أتى بفاعله تنقاد مرفوعا ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا فأضاف المصدر ضرب إلى ضرفه اليوم ثم رفع فاعلا زيد ونصب مفعولا عمرا المضاف إليه في هذه الأحوال الثلاثة يكون مجرورا لفظا ويبقى محله على ما كان عليه قبل الإضافة فإذا أضيف المصدر إلى الفاعل يكون هذا الفاعل مضافا إليه مجرورا لفظا مرفوعا محلا على الفاعلية وإذا أضيف المصدر إلى المفعول به يكون هذا المفعول به مضافا إليه مجرورا لفظا منصوبا محلا على المفعولية فعندما أأتي بصفة أو اسم معطوف وهذا تابع والتابع يتبع الموصوف فأستطيع أن أجعله مجرورا لاتباعه اللفظ يعني مراعاة للجر في الموصوف لأنه مضاف إليه مجرور لفظا فأقول عجبت من شرب زيد الظريف فالظريف مجرورا لأنها صفة لزيد الذي هو مجرور لفظا هذا مراعاة للفظ واستطيع أن أراع المحل فأقول عجبت من شرب زيد الظريف قلت الظريف بالرفع لأن محل زيد هو الرفع على الفاعلية لأنه فاعل بالمعنى كما ذكرنا ومنه قول الشاهد حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم فقال المظلوم في وصف المعقب مراعاة للمحل الذي هو الفاعلية وكذا الحال في المفعول به فيجوز في تابعه مراعاة اللفظ أو المحل ومن مراعاة المحل قد كنت داينت بها حسانة مخافة الإفلاس والليانة فالليانة معطوف على الإفلاس مراعاة للمحل الإعرابي الذي هو المفعولية هذا ما يخص إعمال المصدر الآن نأخذ موضوع إعمال اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل عمل فعله في حالتين أن يكون محلى بأل فيعمل دون قيد أو شرط نحو هذا الضارب زيدا الآن أو أمس أو غدا فعمل الضارب النصب في زيدا وزيدا مفعول به الاسم الفاعل الضارب وهنا عمل في الماضي والحال والمستقبل بلا شروط لأنه وقع صلة لأل الموقع الثاني إذا كان مجردا عن أل عمل بشرطين الشرط الأول أن يقع مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا أما إذا جاء ماضيا في هذه الحالة يجب إضافته إلى ما بعده فنقول هذا ضارب زيد أمس الشرط الثاني أن يقع بعد الاستفهام أو حرف النداء أو النفي أو يقع نعتا أو حالا أو خبرا في الأصل فأقول أضارب زيد عمرا في الاستفهام ويا طالعا جبلا في النداء وما ضارب زيد عمرا في النفي ومررت برجل ضارب زيدا في النعت وجاء زيد راكبا فرسا في الحال وزيد ضارب عمرا في الخبر طبعا في النعت قد يحذف المنعوت ويعمل اسم الفاعل عمل فعله كما لو كان اعتمد على المنعوت المذكور نحو كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل فقال كناطح صخرة عمل اسم الفاعل ناطح فنصب صخرة ولو أتينا إلى شروط العمل لم نجد منها شيئا فتأولناه على أنه صفة أو نعت لموصوف محذوف تقدير الكلام كوعل ناطح صخرة فهنا تحقق الشرط بأنه واقع نعتن طبعا ما يصاغ للكثرة يحفظ مع الشواهد يعني الأوزان والشواهد ننتقل الآن إلى تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة وحكمه الجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل أو مراعاة لمحل المجرور نقول هذا ضارب زيد وعمر أو وعمرا فالجر مراعاة لللفظ زيد مجرور وعمرا أيضا يكون مجرورا لأنه اسم معطوف أما النصب يعني هذا ضارب زيد وعمرا هنا في هذه الحال أقول هو منصوب بفعل محذوف والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المجرور زيد لأنه مفعول به في المعنى ومنه الشاهد الواهب المئة الهجاني وعبدها أو وعبدها عبدها بالكسر مراعاة لللفظ وعبدها بالنصب على حذف الفعل أو مراعاة للمحل وكذا هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي بنصب عبد على المحل أو بإضمار فعل هذا كل ما يتعلق باسم الفاعل وكل ما يتعلق باسم الفاعل من الشروط يثبت لاسم المفعول فيعمل إذا كان محلى بأل دون قيد أو شرط وإذا جاء مجردا من أل عمله بشروط أن يقع مستقبلا أو حالا وأن يقع في الاستفهام أو النفي وكذا لاحتمالات الأخرى نحو أمضروب الزيدان الآن الشيء المختلف في الإعراب فحكم اسم المفعول في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فالزيدان في المثال نائب فاعل لاسم المفعول كما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان فالزيدان في الحالتين نائب فاعل أقف إلى هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته